موسيقى السادسة في العاصمة طرابلس حيكم الله و اهلا بكم الى هذه النشرة والبداية بالعنوين السراج يؤكد من انقرة دعم تركيا المستمر للمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء التركي يعلن اغتراب استعناف الرحلات الجوية التركية الى ليبيا البنيان المرصوص تقول ان المرحلة الثانية لعودة النازحين الى سيرت ستبدأ الخميسة وتؤكد تواصل الطلعات الاستطلاعية فوق المنطقة الوسطى لرصد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في احاطة امام مجلس الامن المبعوث الاممى الى ليبيا يأمل ان يكون عام 2017 عام تشكيل جيش وشرطة موحدين وقرارات افضل لاستفادة من عائدات النفط والغاز حياكم الله و اهلا بكم الى التفاصيل قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ان تركيا تقدم دعما مستمرا للمجلس من اجل تحقيق الاستقرار في ليبيا اوضح السراج في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم انه تمت مناقشة العلاقات التنائية بين البلدين وخاصة الجانب الاقتصادي مشددا على ضرورة عودة الشركات التركية الى ليبيا اضف السراج الذي يجري زيارة الى تركيا انه تمت مناقشة تسهيل الاجراءات المطلوبة لدخول المواطنين الليبيين الى تركيا من جهته اكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ان بلاده تعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر تجريع الشركات التركية على العودة الى هناك ودعم قطاع الكهرباء وغيره اضف يلدرم ان بلاده اوفت باغلب وعودها تجاه ليبيا خلال العام الماضي بما في ذلك اعادة فتح السفارة التركية في العاصمة طرابلس منوها الى انه يجري العمل حاليا على استئناف حركة الطائرات التركية الى ليبيا كما نشهد رئيس الوزراء التركي المجتمع الدولي دعم المجلس الرئاسي من اجل تحقيق الاستقرار وبناء بنية تحتية قوية في ليبيا قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة انه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع ما يقرب من 300 شركة تركية من اجل تمهيد الاستئناف مشاريعهم المتوقفة في البلاد واضف سيالة في تصريحات صحفية اثناء زيارة يجريها رفقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الى تركيا ان قيمة المشاريع التركية المتوقفة في ليبيا تبلغ حوالي 19 مليار دينار ليبي حول ملف الهجرة قال سيالة ان ما تم توقيعه مؤخرا مع ايطاليا هو مذكرة تفاهم وليست اتفاقية تنص ابرز بنودها على تقديم مساعدات من ايطاليا لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا بهدف الحد من تدفق المهاجرين هذا وقد رأى الكاتب الاكاديمي فرج دردور في نشرة سابقة ان تطوير العلاقات مع تركيا يعتبر خطوة جيدة لانه سيؤدي الى تحسين الوضاع الاقتصادية واستكمال المشاريع المتوقفة وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على المواطني بحسب قوله نحن نحتاج لتطوير هذه العلاقات مع تركيا وذلك لأسباب حجم التبادل التجاري الكبير بين ليبيا وتركيا حقيقة على الاقل من جانب نحن نعتمد على كثير من المنتجات التركية اضافة لان هناك شركات خرجت اثناء الاحداث ولها مشاريع بعضها وصل من نسبة الانجاز الى 90% صرح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية الجزائرية عبدالقادر مساهل بان بلاده ستواصل جهودها الرامية الى دعم المسار الاممي من اجل التسوية السياسية للازمة في ليبيا وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية فقد اكد مساهل ان الموقف الجزائري من الازمة الليبية يرتكز على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية للازمة من خلال حوار وطني يشمل جميع الاطراف الليبية بعيدا عن تدخل الخارجي بحسب البيان قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان ايطاليا مرحب بها للمساعدة والمساهمة في المبادرة التي تقدمت بها كل من تونس والجزائر ومصر لحل الازمة الليبية دون اقصاء او تدخل خارجي اعتبر السبسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا في روما ان ايطاليا تعتبر عنصرا اساسيا لنجاح المبادرة الثلاثية التي ترعاها الامم المتحدة لاجاد الحل المنشود على حد تعبيره اضف السبسي ان ايطاليا هي اكثر الدول الاوروبية اهتماما بالوضع الليبي بالنظر الى الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين هذا وقد اعلن وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو انطلاق حوار بين ايطاليا وروسيا حول ليبيا مشيرا الى وجود اشارات ايجابية خلال لقائه الجمعة الماضية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اضف الفانو في تصريحات لصحيفة لاستانبا الايطالية انه من المقرر ان يجتمع مرة اخرى مع لافروف بخصوص الملف الليبي في السادس عشر من فبراير الجاري في بون بالمانيا واشار وزير الخارجية الايطالية الى ان ليبيا تعتبر اهمية استراتيجية لا يمكن الاستهانة بها سواء على الصعيد الامني او بخصوص ملف الهجرة بحسب تعبيره في ملف اخر قال امرو معوني غرفة العمليات الميدانية تابعة لقوات البنيان المرصوص الهادد راه ان المرحلة الثانية لعودة النزحين ستبدأ يوم الخميس في الحي رقم ثلاثة مشيرا الى استمرار عودة العائلات الى حي السبعمية اوضح دراه لقناة ليبيا لكل الاحرار ان المرحلة الثالثة تشمل العمارات الشعبية وحي الدولار فيما تشمل المرحلة الرابعة الحيين رقم واحد واثنين وتضم المرحلة الخامسة الجيزة العسكرية والمرحلة السادسة منطقة الزعفران مؤكدا ان الجيزة البحرية متزال منطقة محظورة اوضف دراه ان قوات البنيان المرصوص توصل عمليات التمشيط وازالة الالغام وبقايا المتفجرات مع غياب كامل للدعم بحسب قوله في سياق متصل افدى المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية تابعة لعمليات البنيان المرصوص محمد جنونو بان سلاح الجو الليبي يقوم بطلعات استطلاعية يومية فوق المنطقة الوسطى واوضح جنونو لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الطلعات الاستطلاعية تمتد من جنوب سرط وحتى جنوب الخمس ومن شرق بني وليد الى الجفرة واكد المتحدث باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية ان سلاح الجو الليبي يقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الغرفة الامنية المشتركة مصراتة والقوة الميدانية المكلفة بحماية مدينة سرط على الارض في شأن اخر افاد عضو المجلس البلدي جنزور عبدالسلام غرسة بان حصيلة خسائر الاجتباكات الاخيرة بلغت اربعة قتلى وستة عشر جريحا من جنزورة اضف غرسة في اتصال مع قناة ليبيا لكل الاحرار ان الوضع في المدينة هادئ حاليا مشيرا الى تضرر عدد كبير من المباني والممتلكات العامة والخاصة نتيجة هذه الاجتباكات واشار غرسة الى استمرار الجهود المبذولة من اجل حقم الدماء منوها الى انه من المقرر عقد اجتماعا يوم السبت القادم في ترهونة بين اطراف من جنزور وورشفانة من جهته اكد رئيس المجلس الاعلى لقبائل ورشفانة المبروك بعميد انه تم توثيق مقتل شخصين في منطقة صياد واصابة عدد اخر بجروح جراء الاجتباكات الاخيرة مضيفا ان الوضع في المنطقة هادئ حاليا واشار بعميد في اتصال مع قناة ليبيا لكل الاحرار الى ان الاجتباكات الاخيرة تعتبر اشكالية بسيطة بين حيين متجاورين في منطقة صياد وجنزورة كما نوها رئيس المجلس الاعلى لقبائل وورشفانة الى استمرار الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين قال رئيس لجنة المصالحة بالزنتان الصادق شميسة ان عمليات الخطف متزال مستمرة على خلفية التوتر الاخير بين قوات من الزنتان واخرى من طرابلس اوضح شميسة لقناة ليبيا لكل الاحرار ان عشرة من ابناء كيكلا محتجزون حاليا في الزنتان فيما احتجزت قوات تتمركز في العاصمة طرابلس ما لا يقل عن 15 شخصا من ابناء الزنتان بحسب قوله اضاف رئيس لجنة المصالحة ان عمليات مدهمة منازل ابناء مدينة الزنتان في طرابلس ما تزال مستمرة دعيا جميع الاطراف الى ضبط النفس وتحكيم العقل دعا المبعوث الاممي الى ليبيا مارتين كوبلر الى ان يكون عام 2017 عام اتخاذ القرارات بتشكيل جيش وشرطة موحدين في ليبيا واجراء تعديلات على الاتفاق السياسي لتمكين مجلس النواب من اقرار الحكومة وفي احاطة امام مجلس الامدع كوبلر الى اتخاذ قرارات للاستفادة من عائدات تصدير النفط والغاز من اجل مصلحة جميع الليبيين وانهاء ما اسماه الوضع الانساني الاليم في ليبيا وشدد كوبلر على انه ينبغي على جميع المؤسسات القيام بمسؤولياتها والتزاماتها لتطبيق الاتفاق السياسي مؤكدا ان الوقت هو وقت ترسيخ الانتصارات في الحرب على الارهاب اشر كوبلر الى انه على المجلس الرئاسي وحكومة الوفق الوطني الاسرع في تحسين ايصال الخدمات ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة ودعا كذلك الى دعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين زعماء التقليديين والشباب الليبي وكذلك النساء وفق تعبيره من جهته اعتبر مبعوث ليبيا لدى الامم المتحدة المهدي المجربي ان نجاح حكومة الوفاق الوطني يتوقف على تنفيذ بنود الاتفاق السياسي اوضح مبعوث ليبيا لدى الامم المتحدة ان دعم حكومة الوفاق يبدأ باتخاذ التدابير الامنية لتأمين المقرات الحكومية من خلال الحرس الرئاسي وتوحيد الجيش والشرطة لتأمين المدن والحدود الليبية والحقول النفطية ومحطات توليد الكهرباء وقال المجربي ان ذلك يتطلب استثناء ليبيا من حضر السلاح المفروض عليها اكدت المنظمة الدولية للهجرة انه قد تم انقاذ اكثر من 800 مهاجر غير نظامي قبل تسواحل طرابلس والزاوية والخمس خلال شهر يناير الماضي واضفت المنظمة في تقريرها الشهري عن الدعم الانساني للمهاجرين والنازحين في ليبيا انها قدمت مساعدات غير غذائية لقرابة 700 مهاجر واكثر من 1200 نازح في ليبيا واشرت المنظمة الدولية للهجرة الى انها قدمت مساعدات طبية الى اكثر من 350 مهاجرا خلال شهر يناير الماضي وقامت بتعقيم مركزي لواء في الفلاح وطريق السكة وتركيب انظمة لتنقية المياه في مراكز الفلاح وطريق المطار وغريان شكك وزير الخارجية الالماني زيغمار جابرييل في خطط اعادة المهاجرين غير نظاميين الى ليبيا قائلا ان ليبيا مكان مضطرب جدا وغير امن للمهاجرين على حد تعبيره ونقلت دوتشيفيل الالمانية عن جابرييل قوله ان جماعات حقوقية دانت خطط الحد من الهجرة عبر ليبيا واعربت عن مخاوفها اذا اتعرض المهاجرين غير نظاميين للخطر حيث اصبحت تجارة البشر مربحة بحسب قوله وكان الاتحاد الاوروبي قد وافق خلال قمة مالطة على زيادة مساعدته لقوات خفر السواحل الليبي وتوفير الدعم من اجل اقامة مخيمات امنة للاجئين في ليبيا هذا وقد رأى الناطق باسم القوات البحرية الليبية في نشرة سابقة ان اتهام ليبيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان ضد المهاجرين سببه فشل الاوروبيين في مكافحة الهجرة غير نظامية بحسب قوله دائما تعليقات الاوروبية تتجه الى صوبة دم واتهام ليبيا سوى من كل الاطراف يعني مارتين كورنر يعني نسأله ماذا قدم ماذا قدم كرئيس بعثة الامم المتحدة ماذا قدم لليبيا في مسألة المكافحة الهجرة الشرعية اكدت وكالة الانباء الانسانية ايرين انه لا يمكن بناء شراكة مع ليبيا في مجال الهجرة على اساس المصلحة الاوروبية فقط مشددة على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية التي تشجع شبكات الهجرة والتهريبة اضفت الوكالة ان ما وصفته بغياب الوجود الدولي المستمر في ليبيا يعني ان هناك سوء فهم عميق للوضع داخل البلاد موضحة ان الهجرة ليست احدى الاولويات الرئيسية في ليبيا في الوقت الحاضر اكدت وكالة الانباء الانسانية انه ما لم يتخذ او يتخذ الاتحاد الاوروبي خطوات جادة وسريعة لمعالجة الاسباب الجدرية للهجرة فانه لا يكون لاعلان مالطة اهمية وسيضاف الى سلسلة الاتفاقيات الفاشلة مع ليبيا على حد تعبيرها هذه النشرة متواصلة من ليبيا لكل الاحرار وفيها بعد قليل انطلاق اجتماعين يضم عددا من عضاء مجلس النواب عن الجنوب ومسؤولين عن المنطقة بوادي البوليس لبحث المشاكل التي تعاني منها المنطقة الجنوبية السراج يؤكد من انقرة دعم تركيا المستمر للمجلس الرئاسي ورئيس الزراء التركي يعلن اقتراب السنة في الرحلات الجوية التركية الى ليبيا البنيان المرصوص تقول ان المرحلة الثانية لعودة النازحين الى سرط ستبدأ يوم الخميس وتؤكد تواصل الطلعات الاستطلاعية فوق المنطقة الوسطى لرصد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في احاطة امام مجلس المن المبعوث الاممي لليبيا يأمل ان يكون عام 2017 عام تشكيل جيش وشرطة موحدين وقرارات افضل لاستفادة من عائدات النفط والغاز اهلا بكم من جديد تعهد وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني عيسى العمياني الذي تسلم مهمه الثلاثاء ببدل المزيد من الجهود لحل المشاكل التي تواجه قطع الصحة في البلاد واطلع العمياني خلال زيارته لمركز طرابلوس الطبي على ابرز المختنقات التي تواجه سير العمل بالمركز من بينها نقص العناصر الطبية بسبب الفراغ الذي تركته العناصر الوافدة ونقص الادوية ومواد التشغيل وطلب ذو المرضى الذين يوفرون اغلب الادوية بضرورة توفير احتياجات مركز طرابلوس الطبي لانقاذه قبل فوات الاوان على حد تعبيرهم باعتباره من اكبر المراكز الطبية في ليبيا ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان خلال لقائه بدوان رئاسة الوزراء مع وزير الصحة المفوض في حكومة الوفاق عمر بشير وعدد من مديري المستشفيات العامة مشكلة نقص الامدادات الطبية والمشاكل المالية للكوادر الاجنبية في قطاع الصحة اوضح المكتب الاعلامي لنائب رئيس المجلس الرئاسي انه تم خلال اللقاء مناقشة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي وتدبير الامنية اللازمة لحماية المرافق الصحية بالاضافة الى ضرورة تفاعل دور الاجهزة الرقبية للحد من ساعات عمل الكوادر الطبية في القطاع الخاص لما له من اثر صلبي على قطاع الصحة العامة اكد مسؤول اوضاع نازحي باريس الياس ان المدينة تتشهد اوضاعا انسانية صعبة بسبب نقص جميع المواد الاساسية فيها اضف الياس لقناة ليبيا لكل الاحرار ان جميع مصارف المدينة مغلقة عدى المصرف التجاري الذي لا تتوفر فيه السيولة المالية مشيرا الى انعدام وجود استوانات غاز الطهي والوقود في المدينة واشر مسؤول اوضاع نازحي باري الى ان اوضاع النازحين صعبة للغاية مضيفا ان بعضهم عاجزون عن سداد قيمة ايجار المنازل منذ مدة هذا وقد اكد عميد بلدية وادي البونيس المكلف محمد علي الهادي انطلاق اجتمع ان يضم عددا من اعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية ومسؤولين عن المنطقة بوادي البونيس اوضح الهادي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان هذا الاجتماع يستمر ثلاثة ايام مع عمداء بلديات الجنوب ومسؤولي مدريات الامن بالاضافة الى عدد من مؤسسات المجتمع المدني واعيان وحكماء الجنوب اوضح عميد بلدية وادي البونيس المكلف انه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة المشاكل التي تعانيها المنطقة الجنوبية والمتمثلة في انقطع الطيار الكهربائي والمياه ونقص السيولة المالية اضافة الى غياب الاجهزة الامنية في المنطقة بحسب قوله اكد مسؤول مكتب الاعلام بمجلس الشورى مجاهد درنة وضوحيها محمد المنصوري ان قوات عملية الكرامة تمنع دخول استوانات غاز الطهي والوقود الى المدينة اضاف المنصوري لقناة ليبيا لكل الاحرار ان سكان المدينة يضطرون الى الخروج من درنة لتوفير هذه السلع مشيرا الى ان الاهالي تعرضون للمضايقات من عناصر البوابات الامنية التابعة لقوات عملية الكرامة بحسب قوله نقشت الشركة العامة للكهرباء اليوم في العاصمة طرابلوس استكمال تركيب الوحدات الانتاجية مع شركة بياج الالمانية المنفذة لمحطة كهرباء الزهرة وجنوب طرابلوس اوضح رئيس لجنة ازمة المنطقة الغربية في الشركة العامة للكهرباء عياد الاجنيدي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الاجتماع يهدف الى عودة الشركة الالمانية لاستكمال تركيب ثلاث وحدات انتاجية بقيمة مائة ميجاوات وذلك بعد الانتهاء من تجهيز الوحدة الاولى والثانية بمحطتي الزهرة وجنوب طرابلوس كان الشيء معنا اليوم متمحور في رجوع للشركة واسلناف عملها في محطة الزهرة عدد ثلاث وحدات عدد الوحدة الثانية والثالثة جهازات واستكمال اعمال التركيبات بالكامل البدء في الاختبار دخولهن ان شاء الله على الشبكة العامة بطاقة انتاجية مائة ميجاوات خلال من شهرين الى ثلاث شهور وتشارك معنا ان شاء الله في الدروة الشتوية هذا وقت طالب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عكيكا المواطنين بضرورة ترشيده في استهلاك الطاقة مؤكدا ان مشكلة الكهرباء في يد المواطنين بحسب قوله حل الكهرباء سبعين في المية في يد الشعب الليبي يعني كل الليبي لما يرشد استهلاك الكهرباء لناره في الفترة اللي هي في النهار نبو المواطن يتعاون ويفصل الكهرباء نهاية الجولة الإخبارية لهذه الساعة بالليبي لكل الأحرار وهذا تذكير بأبرز العنوين السراج يؤكد من انقرة دعم تركيا المستمر للمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء التركي يعلن اقتراب السيناف الرحلات الجوية التركية إلى ليبيا البنيان المرسوس تقول ان المرحلة الثانية لعودة النازحين إلى سرد ستبدأ يوم الخميس وتؤكد تواصل الطلاعات الاستطلاعية فوق المنطقة الوسطى لرصد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في إحاطة أمام مجلس للم المبعوث الأممي إلى ليبيا يأمل أن يكون عام 2017 عام تشكيل جيش وشرطة موحدين وقرارات أفضل للاستفادة من عائدات النفط والغاز إلى هنا تنتهي النشرة تفاصيل أوفة عن أخبارنا تفضلوا بزيارة ليبيا الأحرار تيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب شكرا لكم على كرم الإصغاء وحسن المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة